ما تزال انتفاضة أبناء إدلبة الضجلاني ومنظومته المتفرعة مشتعلة تتمدد المظاهرات ويعلو صوتها تلاحقهم هيئة تحرير الشام تعتقلهم تضربهم وتغيب عددا منهم في مسعى لإحباط عزيمة شعب موصلته كلمة لا كسر بها حاجز الخوف من نظام الأسد ولم يتنازل عنها تغم تبدل السلطات واختلاف المرحلة والظروف وفي آخر فصول المشهد تشهد مناطق شمال غرب سوريا منذ مطلع الأسبوع الحالي حملة اعتقالات بحق المناهضين لهيئة تحرير الشام وزعيمها أبي محمد الجولاني سجل خلالها توقف عدد من الناشطين في سلقين ومعارة مصرين وأريحة والفوعة اعتقالات يقابلها استنكار وتنديد شعبي ينادي بالإفراج عن المعتقلين ويحمل الأمن العام المسؤولية كاملة عن صحة المغيبين وحياتهم ما يصوب العمل الأمني هو الإجراءات الصحيح وبالنظر إلى البيت الداخلي للهيئة فيبدو وبحسب التسريبات أن جناحها العسكرية على موعد مع تغييرات لم تتضح معالمها بعد لكن المؤكد حتى الآن هو ما ذكرته مصادر محلية قالت لتلفزيون سوريا إن الهيئة أقالت قائد جناحها العسكري مرهف أبو قصرة الملقبة بأبي الحسن 600 وهي شخصية سبق أن تردد اسمها أواخر العام الماضي بعد اعتقاله لنحو شهر على خلفية ملف العملاء هي انتفاضة مستمرة لم تنجح خطوات الجولاني وتهديداته في وعدها رغم مرور أشهر منذ أولى صيحاتها ليبقى السؤال كيف ستنتهي هذه المرحلة وبأي طريقة ترجمة نانسي قنقر